السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقاء الحلوين معكم ميس ياسمين وقناة نتعلم صح مع ميس ياسمين معنا النهاردة بتاع برايماري 2 احنا معنا يونيت 8 ان شاء الله هنشرح الليسونس كلها النهاردة احنا نقسمه بقى ناخد لغاية الجزء اللي احنا اخذينه او بنذكره وبقى نرجع لبقى نكمل الفيديو مع بعض يونيت 8 التايتل بتاع بيقول لك بمعنى الرحلة وتو الى زا ستور زي شوب كده بمعنى مطجر او محل يبقى احنا نبتدي نشوف نعمل رحلة كده في المطجر نبتدي نشوف الليسون بتاعنا هو سهل وكل الكلمات متاخدى قبل كده في كلمات قليلة او اللي مش متاخدى قبل كده بيكلم اول حاجة اللي تعتبر اصعب كلمة انتو بتاخدوها بقسمها كده استي وبعد كده تي اي او ان قلنا سوتها ايه شن استيشنري 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 شوب استيشنري شوب استيشنري شوب استيشنري شوب استيشنري شوب هو المحل اللي انا بجيب منه الادوات او المستلزمات اللي هي المدرسية اسمه ايه استيشنري شوب انا بقسمها استي وبعد كده اللي هو المحل بتاع الأدوات المدرسية. عندنا بعد كده كلمة بمعنى يبيع. خدناها قبل كده. عندنا مدرسة. بمعنى أدوات مدرسية او مستلسمة مدرسة. يبقى احنا خدنا الكلمات التانية اخدنا قبل كده بس بنا عدتها تاني كلمة اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هي اللي اللي هي اللي الخشب الملونة مش اي اللي تلوين. يبقى اللي هو بيقولك الالوان الخشب. اللي هي اقلام التلوين ايه? الخشب. يعني كل الالوان لها اسمه التحدي اسمها. عندنا فرشة التلوين بقى اللي هي بتستخدم في الالوان الزيتية والالوان الموية. اسمها يعني فرشة. واخدناها قبل كده. بمعنى كلمة الدهان او الالوان اللي بتقع ايه? اللي هي عاملة زي اللي هي الالوان الزيتية. فيه اللي هي الوان ومش ايه الوان. الوان الدهنيت. اللي هي الوان اللي بتبقى سيلة. اللي هي اللي ومعنى كلمة الدهين. يبقى ق Доس الوان بس الالوان اللي انا بو صورة ايه اللي هي الالوان ايه? الزيتية. يعني الورق الملون. mới بعد كده كلمة اصدقائي كلهم اكيد حافزنا كلمة كتاب وكراسة اسمها يبقى عندنا اللي هي الكراسة هي مش باينة شوية في التصوير فهي نفس كلمة وجنبها كلمة دي نوت وحط جنبها ايه عشان احنا كده وقت بتلاقي اصدقائنا هم صغالان يوليك ايه ايه اتوا النوتة جاية من اسمها كده نوتبوك اللي هي الكراسة نيجي نشوفها كده في كلمة رولر واغدينها مصدرها في بانس الكيس اللي هي المقلمة الكلمة الجديدة بتاعتنا الالحسبة بقسمها برضك عشان ما تبقى الصعبة على اصدقائنا هنسأل اسمها كال سي اي ال كال وبعد كده كالكولاتور الكالكولاتور بقسمها لسي لابس كده يعني مقطعه كال وبعد كده ك وبعد كده اللي كالكولاتور اللي هو الالحسبة سي سورس مقص سهلة بس فيها نركز عشان ما وصف فيها سي سورس اللي هو المقص وبعد كده يجي قال لك اني شوب وستور اللي اتنين بمعنى مدبر ابتدي احفظ الكلمات بتاعتي الاول احفظها شفعي وبعد كده ابتدي احفظها كتابة ناخد الريدن بتاعتنا ونتعلم منها هنا في الريدن بيقول لك هاني عندي هانا ار ديستشنري شوب وذي برانس يبقى احنا عندنا هاني وهانا موجودين فين في اللي هو المحل بتاع الادوات المدرسية او المكتبية ومعهم الوالدين هنا بتقول بنا بيقول لك ايه ار دي ار دي ار اي بلاك بانس ار دي ار اي بلاك بانس يبقى ده السؤال اللي انا هسأله هل يوجد وخلوا بالكم من كلمة اني لها قاعدة هناخدها يبقى ار دي ار اي بلاك بانس في هنا اي لمس ده يبقى انا لما باجي اسأل سؤال باسأل على حاجة موجودة واقول ار دي اني واقول الحاجة اللي انا عاوزها او بردك او في اي مقلمة لونها مقالم بيبقى لونها ازرق هنا عندك دي ما انت تقول له انت عندك كراسات انت عندك اقلام هو ده معنى السؤال انت عندك دي هل يوجد واقول الحاجة اللي انا عايزها ييس زوار طبعا بيقول البيت بتقول اي وافي بس اتشافتهم هنا لما الولد سألنا بيسأل على البلاد بانس قال طبعا احنا عارفين السؤال لما بيبطيتي بالهلبن يبقى الايجابة بتاع تبيس ونو ونعمل المقص بتاعنا واني نبدل وما ننساش ان ايجابته بيبقى فيها نو بنحط النط في ايه في اخر الايجابة يبقى اهي هنا بيقول لك يوجد زير وعار زير ودي يوجد للجامعة وما اللوم المفرد هيبقى زير وعين تلاي يوجد زير وعار نوت طب لو انا هاسأل اقول ارزير واقول له السؤال هو ده يبدرب عليه ده عندك بقى المقرر علينا هون في اي الوان اللي هي الزيتية لو فيها هيقول لك ايه ييس ويحط الزير وبعد كال ار يزير طب لو لا هيقول ايه السؤال ده احنا شرحناه خلاص وانا راح نكون ان ايه ايه اي سؤال هنا في هنا اي طبعا هنا مفيش في انه يبقى انا هبتتحفظ بسأل ازاي الحاجة واقول الحاجة اللي انا عاوزها نيجي نشوف علي كده تيجي هنا الكتابة بتاعتنا بنكتب الكلام سواء ان نشوف دي اهو بيبتتي ده رابط تاني زي اجنية يعني ما عندكش اي مهل يوجد اي برتقالة هيرقد اي منطب لطريقة السؤال هو مفيش طمط مياه هو مفيش مشاهد هي كده ار ذير اني واقول الحاجة اللي انا ايه عايزها ماشي لو موجودة يزير لو مش موجودة نزير رجي بعد كده نرجع لنا بتاعتنا انا اصدقائي عارفة انه محافظنا بس هنقولها تاني هي سهلة دعما بتتيج تن تن اللي هي عشرة الافن توالف تارتين منساش نسوتي الثاتي اتش تارتين فورتين ففتين سكسترين سفنتين اتشين ناينتين بتاني اخد اسم القولوم التاني توني تارتين اللي عندها العقود فورتين ففتين سكستي سفانتي ايتي ناينتي هاندويت هاندويت اللي هي مية يبقى احنا بنوتي نحفظ النامبر بتاعتنا واحنا حافظنا لانها متاخدها قبل كده وسهلة نتجد نتأكد ان احنا حافظنا ونحفظ كتبتها في بقى بعد كده في مشكلة في اللي اكتبت عدد الهندرد هنشرحه دلوقتي اللي ما انجلنا كي بيقول لك كلمة نامبر نامبر يعني رقم نامبر وان نامبر نامبر سوي تيم اللي هو الفريق تيم فريق ريس خدنا تيم دي قبل كده فريق ريس سيبي ريس يعني ايه سيبي سكيرت اللي هي الجوني اللي تجيبها فريند صديق ليف يعيش ليف يعيش يبقى احنا كلمة نامبر تيم ريس سكيرت فريند ليف صوري ليف ليف يعني يغادر ليف اللي هي يعيش تشيلدرين اطفال تشيلدرين اطفال كلاسروم اللي هي حجرة الفصل كلاسروم هاو ميني ما عدد نبتدي بقى نشوف بعد كده المعلومة المهمة على كلمة هاندرد نخلي بدنا كلمة هاندرد كلمة هاندرد لو ما بتمحيش لو جي قبلها الرجم يعني مثلا لما اقولك تو ما ينفعش اقول هاندرد هيبقى تو هاندرد ناين هاندرد لو تلاحصوا ما فيش اس فور هاندرد سيفن هاندرد يبقى هاندرد هاندرد ما بحطش في ايه اس تب امت حط لها السامس لو هي جاية الواحدة هيبقى اقولك هاندرد اوف بق و ساعتها ببقى معناها المئات من الكتب هاندرد اوف ستودينس المئات من التلميذ هاندرد اوف بيبل المئات من المنس يبقى انا لما بحط الوقم قبل كلمة هاندرد لما نحط بفور هاندرد ما بندفش ايه اس من فاش نقمح اكتب فور هاندرد سري هاندرد فايف هاندرد لما نيجي نحطها لوحدها نجي نحط لها الاس المعلومة جي مهمة لسم فور سهل كلمة ماني ماني يعني نقود كارنسي يعني العملة كارنسي العملة الحالية يعني المتدولة في الدولة كارنسي باي يشتري باي يشتري اللي هي العملة المصرية اللي هو الجنيه عملات بس مش اي معملمات اللي هي المعدنية زي الجنيه والفضة والنص الجنيه الفضة اسمه ايه كاينز كاينز عملات مانية كلمة اللي هي العملات الورقية ووقت بنقول عليها يبقى بيلز ويبقى عن كنوت هما العملات الورقية اللي هي بتبقى ورق بتيجي بمعنى ما كمية طيب دي بجيبها للحاجة اللي ما بتتعدش حاجة على بعضها كده ما نفعش عدة زي مثلا الشجر زي الفلاور زي الممكن اي تاني يبقى نقول هوماتش وبتيجي بمعنى كلمة ثمن و اي بتجي بتسأل على بتاع السعر هوماتش يبقى هوماتش طبعا انا بعرف منين من طريقة السؤال انا بسأل على كمية او بسأل عن السعر ماشي كلمة بلاس بمعنى زائد عندنا سانجز اشياء كده اوار والايد الى عالم بتاعنا ايجبت مصر الناس دي الوردس المكررة علينا في كلمة فود ادي ما اخدناها وقلنا ما بنقولش على اسمها على طول يعني منزل اللي هي الحلوة اللي هي لعب الاطفال يصفل دي كلمة جديدة بمعنى كلمة مفيد او نفع يصفل ايه مفيد او نفع لو حطيت قبلها كلمة يعني معناها ضور يعني هارم فال نيجي بعد كده شوز حزاء بانتس بقت بانت بانتلون وقلنا الشوز والبانتس بلودر جاكت خدناه تي شيرت كلمة ماشي جي بقى في النطق بتاعها كاك تاس كاك تاس بقول كاك سي اي سي باك اقول ايه تاس كاك تاس عندنا جنبها في كلمة بانتش اوف فلاورز حزمة الورد بانتش اوف ايه فلاورز حزمة وارد عندنا فلاور واردة شجرة جواس اللي هي الحشيش دي بقى بيقول لك هنا الفرق بين قولنا قبل كده قولنا النيت الضروريات اللي انا مينفعش استغنى عنها ولو استغنت عنها اه ممكن اه اعيا ممكن اموت ممكن اتسائل قانونيا عشان كده بنستخدم معها النيت زي يعني احنا قلنا الاير الوضع الفود الشلطر الحاجات دي كلها نيد مقدرش استغنى عنها تب الوانت الوانت دي ممكن استغنى عنها زي الالعاب طايس زي السويتس سايل بايسكو الحاجات اللي انا ممكن استغنى عنها وما تأذناش ما تعملش ضرر يبقى انت استخدم نيد وانت استخدم وانت حسب الحاجة اللي انا عاوزها انا لو عايز حاجة ضرورية جدا هقول نيد لو عايز حاجة ممكن استغنى عنها اقول ساعتها ايه جي بيقول لك هاو ماتش ما كمية او ما زمن او ما سعر هنا انا اخدها بمعنى هاو ماتش مشي كده بسأل ايه كمية الفلوس اللي معك قد ايه هاو ماتش ماني ديو هاو كمية الفلوس اللي معك يبقى من خلال السؤال انا عرفتو بيسأل ايه طب لو مقول لك هاو ماتش از زا تي شيرت وانا بسألك تامنه ايه هاو ماتش از زا تي شيرت يبقى زاتز ايتي باونز يبقى أنا من خلال سيوق السؤال بعرف إن كان بيسأل على كمية ولا بيسأل على إيه على ثمن طبعا حطيت إز عشان أنا بسأل جي عليها حاجة مفرد طب لو جمع هي زي البانتس هاو ماتش آر لابانتس قاله زاتس ناينتي فايف بانتس يبقى لو أنا هاو ماتش طبعا تكوني السؤال أدت تسفهم هاو ماتش جي ألا على بعضها زي هاو ميني بتيك على بعض وات كالر بتيك على بعض يبقى هاو ماتش هي الوحدة جي طول يعني ما ينفعش هاو وبعد كالر بيسأل عنه مفرد وبعد كالر بحط السبجكت اللي هو اللي أنا بسأل اللي أنا بسأل عنه أحطه على طول طبعا تكوني السؤال إحنا متكونينيه ده نوع من أزنوع السؤال البسيط اللي هو بيكون لأدت استفاهم فاعل مساعد وبعد كده الوبجكت على طول عندنا هاو ماتش آر زا بانتس قالك ذاتس نينت فايف بانتس هاو ميني أيواب معنى العدد ودي لازم تكون حاجات بتعد يبقى هاو ميني آه كبه على بعض بوكس آر زير هاو ميني بوكس آر زير وخلي بالك في سؤال هاو ميني فيه اختلاف شوية في ترتيب السؤال نركز كده أنا مش بقول هاو بقول الأدات اللي استفاهم بها كيف فاعل مساعد فين الفاعل مساعد بصت حط فين بعد الحاجة اللي أنا بسأل عليها يبقى أنا دايما أعرف ان هاو ميني بيجي وراها اسم جمع هاو ميني لازم يجي وراها اسم ايه جمع وبعد كده حط الهلبن برب ودي مخالفة عن تكوين الأسئلة اللي احنا واخدينها يبقى هاو ميني بوكس هاو ميني شارتس هاو ميني واقول حاجة جمع وبعد كده لان حاجة جمع لان هاو ميني بتسأل عن العدد بس لحاجة ايه اللي بتتعدي بقى لازم يكون فيه جمع هاو ميني بوكس هاو ميني مثلا وبعد كده يبقى نركز في سؤال هاو ميني ما بحطش على طول الفاعل المساعد بتاعي بحط الاسم الجمع اللي انا بسأل عليه وبعد كده حط الفاعل المساعد اللي هو هناي عشان هو جمع دي يعني كده ده اخر اللي سن احنا اخذنا اليونيت كله واحنا نقسمه حسب اللي سن نستخدمينه قاين قاين عملات معدنية هنا قاين عملة واحدة عملات هنا عايز يدربنا على صوت اللي بيدينا الصوت اسمه صوت ايه ايه صوت الاي ده بيطلع من اتنين لاما احط الاو والاي يديك صوت ايه زي قاين زي ا ا ايل زي صاي صاي لاما او واي يبقى الصوت ايه في طريقتين ممكن اعملو بهم لاما احط او ايه لاما احط او واي تعال نشوف هنا يبقى ده صوت ايه او قاين قاين او ي ايل صا يبقى قاين ايل صايل صوت الاي ايه قاين ايل صايل تحت يشيل لحاجة تب تعال نشوف ال او ال واي باي باي طايز باي طايز داكي نفس ايه الصوت الاو وال واي اي داكي صوت ايه اي نجي نشوف هاتي كده نجي كي الورديس طبعا احنا ما ناخدش اكتابيس لم ناخد الليسون ايه دا الليسون في الليسون سيكس لكي تفعل الليسون سيكس كلمة متال معدن متال معدن بيبار ورق مقديم ميتال بيبار بلاستيك هي نفس الكلمة بلاستيك اللي هي البرية ميد اوف ميد اوف واحنا اخدين قبلي كده في امتا اقول ميد اوف وامتا اقول ميد فروم سهلا ما فاش اي مشكلة انت تي يقول لك اهو بتاعتنا بيقول لك اقاين از ميد اوف ميتال الكوين مصنوعة من الميتال العملة ورقية معمولة من البابر الطاي معمولة من البلاستيك النافذة مصنوعة من ايه الزجاج وكده احنا خلصنا سهل وكان فيه كلمات قليلة جدا اللي جديدة نتضرب عليها ونتعود ننسأل السؤال ونجاوب ازاي ونركض شوية في تكوين السؤال وازاي واجاوب عليه لان هو مقرر علينا السنيجي لو عجبنا الفيديو نضح لايك لو مش مشتركين ياريتنا اشترك ونفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة